صفقة ضخمة انضم بها كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في شهر يناير الماضي تحدث عنها كثيرون رونالدو يتقاضى مبلغا ضخما من النصر يتقاضى 16 مليون يورو شهريا نحو الأربعة ملايين يورو أسبوعيا وحوالي 600 ألف يورو في اليوم النتيجة بعد كل هذا خسارة فريق النصر في مباراة نصف نهائي كأس نهائي خادم الحرمين الشريفين بالأمس وهذا أغضب جماهير النصر لم يتمكن رونالدو من إنقاذ فريق النصر من الخسارة على يد منافسه الوحدة في مباراة الأمس نجح فريق الوحدة في بلوغ النهائي للمرة الأولى بعد 53 عاما وكان آخر ظهور له في النهائي في العام 1970 ولعب بعشرة لاعبين فقط في مباراة الأمس ومع ذلك حصلت الخسارة رواد مواقع التواصل تناولوا سور لرونالدو وقد بدأ عليه الحزن والغضب بعد هذه المباراة طبعا بسبب الخسارة بات البرتغالي رونالدو قائد النصر الذي انضم للفريق السعودي في يناير الماضي في وضع مقلق الآن بحسب متابعين وذلك بسبب إمكانية انتهاء موسمه الأول مع العالمي دون تحقيق أي لقب بعد الخروج من كأس خادم الحرمين ومنافسات كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد في نصف النهائي أيضا كما تبدو فرص تتويج النصر بلقب الدوري ضئيلة حيث يحتل العميد صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة بمباراة أقل من العالمي الوصيف ب53 نقطة ورغم أن كريستيان رونالدو سجل مع النصر عددا من الأهداف في الدوري إلا أنه فشل في التشجيل خلال الأدوار الإقصائية في كأس السوبر وكذلك كأس الملك على موقع التواصل للتعليقات كثيرة هناك سعوديون غضبون من رونالدو الدحمي مثلا يقول هنا في هذا التعليق لو أنني مسؤول بالنصر أول اتنين أشيلهم تاليسكا ورونالدو جورجيوس يقول هنا رسميا رونالدو يخسر بطلتين مع النصر في أول موسم في مدافع البعض الآخر عن رونالدو دي بريست قال وكانه يقول لو عاد بالزمن لن أخرج من مدريد لو عاد بالزمن لن أدمر مسيرتي بخروجي من مدريد ولو عاد بالزمن لن أنهي مسيرتي بهذا النادي متأكد بأنه نادم أشد الندم حاليا على قراراته ما أقول أنه لاعب نادي وبدون مدريد ولا شيء ولكن ما في نادي يستحق رونالدو إلا مدريد أخيرا كساب رونالدو زعلان الله يلوم اللي يلومك لاعبين ما يجملون وإدارة ضعيفة وتردخ للضغوطات وهذه هي النتيجة هارد لك أقسم بالله أسوأ موسم يمر علي إذن ما هم إنجازات رونالدو مع هذا النادي نادي النصر حتى الآن حتى الآن سجل رونالدو أحد عشر هدفا في مجمل المباريات التي لعبها مع النصر ولاعب كريستيانو رونالدو أربع عشرة مباراة مع الفريق السعودي على مدار أربعة أشهر تقريبا كما ساعد بتمريرتين حاسمتين له في تسجيل هدفين للفريق اشتركوا في القناة